السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنتكلم اليوم عن درس انعكاس الضوء وقانون الانعكاس الصور المنعكسة في هذا الشكل نجد أن يوجد صورة في الماء لقمة الجبل طيب الآن لاحظ الناس صورهم الواضحة في المياه الساكنة أو المتحركة وبالتالي تتكون لهم صورة هذه الصورة تكون غير واضحة إذا تحرك الماء كما بالشكل وإذا كان الماء ساكن بيحدث انعكاس منتظم وتعطي صورة واضحة يبقى الانعكاس هو ارتداد الشعاع الضوءي إلى نفس الوسط يعني لو عندي سطح عاكس مثل المرايا أو أي جسم بيسقط عليه شعاع هذا الشعاع ينعكس إلى نفس الوسط يعني لا يمر إلى هذه الناحية وينعكس بشروط معينة سنعرفها في الدرس التالي يبقى إذن كيف يمكن صناعة المرايا نحضر زجاج ونطليه بمادة معينة كما قام العالم الفرنسي جان فوكو بصناعة مرايا عن طريق طلي الزجاج بالفض يبقى دي نبزة مختصرة عن الانعكاس والصور التي تتكون بسبب الانعكاس انعكاس الضوء يحدث عندما يصطدم الضوء بجسم مثل الكتاب أو بمرآة طيب لدراسة الانعكاس لابد من معرفة بعض المفاهيم هذه المفاهيم واحد أول شيء الضوء يتحرك في خط مستقيم ودي من خصائص الأشعة الضوءية خدناها في الوحدة السابقة اتنين نجد أنه عند زاوية السقوط ما هي تعريف زاوية السقوط؟ هي الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والعمود المقاب يبقى الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط أول والعمود المقاب أين نوضح بالرسم؟ إذا سقط شعاع ضوء بهذا الشكل فإنه ينعكس فإنه ينعكس؟ كيف يمكن إيجاد الزاويتين؟ بنرسم عمود مقام مثل هذا الجزء فنجد أن هناك ما يسمى بثيتا آي لزاوية السقوط وأيضا هناك ما يسمى بثيتا آي أي أن العلاقة بينهم تكون متساوية وهذا يسمى القانون الأول للإنعكاس أي أن زاوية السقوط هي الزاوية المحصورة بين الشعاع المنعكس الساقط والعمود المقام هذه المنطقة وزاوية الإنعكاس هي الزاوية المحصورة بين الشعاع المنعكس والعمود المقاب من هذا الشكل نجد أو نقوم برسم A طيب الآن يا أستاذي نبدأ بالرسم هذه الشعاع الساقط والشعاع المنعكس نبدأ بالرسم عند سقوط الشعاع الضوئي فإنه ينعكس عندما يصطدم بمرأة نحدد من هذا الشكل زاوية السقوط وزاوية الإنعكاس يبقى الشعاع الساقط والزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والعمود المقام تسمى زاوية السقوط أيضا هناك ما يسمى زاوية الإنعكاس أول قانون عند يا أستاذي نجد بعد إجراء هذه التجربة يتضح لنا أن القانون الأول الشعاع الساقط والشعاع المنعكس والعمود المقام جميعا في مستوى واحد في هذا المستوى كأنهم مستوى شاشة الـ الكمبيوتر هذا يسمى مستوى A واحد أو مستوى الورقة طيب القانون الثاني زاوية السقوط تساوي زاوية الإنعكاس يبقى نشوف بعض التمارين التي تقوم بهذا الشكل أي من الرسوم التخططية يتطفق مع قانون الإنعكاس قانون الإنعكاس زاوية السقوط تساوي زاوية الإنعكاس 40 لا تساوي الخمسين يبقى إذن من الشكل هنا أستاذي 40 هتساوي كام 40 يبقى الشكل الثاني أو باء هو الذي يتطفق مع قانون الإنعكاس في الشكل يرسم معتمدا على القيمة المثبتة في الشكل هذه القيمة يعطيني زاوية هذه ليست زاوية سقوط ما زاوية السقوط يا أستاذ هي الزاوية المحصورة بين العمود المقام والشواعي الصاق فتكون عندي كام يا أستاذ بتسعين لأن الزاوية دي كلها تسعين فنجد أن هذه الزاوية 55 اللي هي 90 نائس 35 تساوي 55 أي أن زاوية السقوط وزاوية الإنعكاس تساوي 55 حسب قانون الإنعكاس مثال آخر 40 فزاوية السقوط نعم ممتاز براف عليك هتساوي 90 نائس كام 40 هتديني 50 درج يبقى هنا بها من هذا الشكل زاوية السقوط تساوي زاوية الإنعكاس في الشكل المقابل إذا كان زاوية السقوط تساوي 50 نعم فإن زاوية الإنعكاس هتساوي أيضا كام يا أستاذ خمسين درج زاوية الإنعكاس بهذا الشكل نعم براف عليك فهيكون عندي 30 المتممة لها 60 يبقى إذن زاوية الإنعكاس هتساوي 60 وزاوية السقوط 60 فتكون زاوية الإنعكاس أيضا تساوي 60 اللي هي 90 نائس 30 يديني 60 يبقى بكده إحنا اتكلمنا عن الإنعكاس والإنعكاس يحدث عندما يصطدم الشعاع الضوئي بسطح إذا كان خشن أو أملس ويتبع قانون الإنعكاس وهذا القانون القانون الأول الشعاع الساقط والشعاع المنعكس والعمود المقام جميعا في مستوى أفق واحد القانون الثاني زاوية السقوط تساوي زاوية الإنعكاس الشعاع الضوئي الذي يسقط عمودي على السطح ينعكس على نفسه إذا سقط الشعاع الضوئي على عمودي على السطح هذا هو السطح العاكس إذا سقط شعاع الضوئي بهذا الشكل ممكن يقولك في الامتحان أكمل فعلى طول هتختار اللي هو نعكسه على نفسه حيث أن زاوية السقوط هتساوي صفر وزاوية الإنعكاس أيضا هتساوي صفر طيب الآن عندي زاوية السقوط هتساوي 30 لو هنا طبعا عندي برضو زاوية الإنعكاس هنا هتساوي 40 مش 30 40 مع زاوية السقوط لانعكاس 40 يبقى الإجابة هتساوي 40 يبقى خلاصة الدرس لانعكاس وقانونة لانعكاس وزاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس وبكده يكون انتهينا من الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته